في سياق توعودها بالرد على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف ميناء الحديدة في يوليو الماضي تذهب ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى استهداف مصالح اليمن الحيوية وقصف منشأة صافر النفطية ذلك ما يعكس النهج التدميري لميليشيا تتخذ من معركتها الاستدعائية المفتعلة مع إسرائيل ستاراً للنيل من مقدرات اليمنيين وتعميق أعباء الأزمة الإنسانية الأسوأ عالمياً وتستثمر ميليشيا الحوثي الإرهابية كل تنازل من قبل الحكومة لضرب المزيد من البنية التحتية الاستراتيجية ضمن سياسات الإفقار العام وتعطيل كافة الموارد الإنتاجية ومصادر الدخل في الموازنة العامة للدولة وهو نهج يخدم خطة التجويع الشامل بدءاً من توقيف صادرات النفط منذ العام 2022 باستهداف ميناء الضب وقنا في محافظتي حضر موت وشبوة وليس انتهاءاً بقصف منشأة صافر الأهم لولا جاهزية الردع واعتراض ثلاث طائرات شديدة التدمير كانت في طريقها إلى ضرب المنشأة بمأرب ما يعزز عدم جدية الميليشيا في الدخول إلى أي مفاوضات اقتصادية يترتب عليها حل الموضلات التي فاقمت من مآسي اليمنيين المعيشية وأوصلت البلاد إلى حضيض الدول البائسة وما يؤكد أيضاً أن السلام لن يتحقق إلا بالقضاء على الإرهاب الحوثي وأن الحسم العسكري قد يكون هو خيار المضطر في ظل التماد الحوثي الأرعن لتدمير ما تبقى لليمن من مقومات وجود وحياة